الحرب الروسية في أوكرانيا من بين أهم التطورات فيها كان هناك تصريح أمس لبريطانيا لكن صرحان ما تراجعوا عنه وزير دفاع البريطاني صرح قال بأنه سيرسل مستشارين عسكريين بريطانيين لتدريب الأوكرانيين على أرض أوكرانيا لأن ذلك أسهل لأوكرانيا وأسهل للأوروبيين بدل ما يجوا عندنا ويكون في مشاكل تعلق لوجيستيك وتدريب نروحوا هنا نبعثونهم مدربين ونقدرون ندربوا أعدادها إلى أنا صراحة لما سمعت هذا الخبر قلت هذا خبر غريب جدا هذا بوضوح رك تقول تعلن أنك جزء من الحرب بينما لحد الآن دول أوروبية تقول نحن لسنا جزء من الحرب نحن نساعد أوكرانيا لأنها تم الاعتداء عليها فبعدها بحوالي ساعتين أو ثلاثة خرج ميدفيريف وشن هجوم عنيف على الحكومة البريطانية وقال أن بريطانيا تدفع بالعالم إلى حرب عالمية ثالثة وقال أن هؤلاء الخبراء البريطانيين أو المستشارين العسكريين سيكون من حقنا قتلهم إلى آخره لكن بعدها بساعات خرج رئيس الحكومة سوناك رئيس الحكومة البريطانية وقال أن هذا الموضوع ليس الآن أنه يتحدث للمستقبل ربما بعد تحرير أوكرانيا يكون هناك تعاون عسكري إلى آخره السحافة البريطانية قالت قالت واضح أن وزير الدفاع هذا الجديد لا يعرف خطورة تصريحه وقالت أن سوناك رئيس الحكومة حسنا فعل بعض منهم قالوا حسنا فعل أنه وضح بأن لا يمكن إرسال العسكريين البريطانيين الآن وأن الموضوع هو للمستقبل يعني بالفعل يكون فيه استفزاز هائل للروس لأنه بمعنى أنك تدخل للحرب كشريك هما الآن طبعا الدول الغربية تدعم أوكرانيا في الحرب ولكن هذا الدعم معروف دوليا حتى من ناحية القانون الدولي معروف أن دولة تتعرض للعدوان دول الأخرى تساعدها بالسلاح باللوجيستيك بالدعم لكن لما تدخل فيها الرجال أو يدخل فيها العنصر البشري تتغير الموقعات الدولة تصبح شريكة في الحرب أيضا فأتراجعوا هل يعود ذلك لتهديدات ميدفيدف؟ لا أعتقد لا مش تهديدات ميدفيدف ميدفيدف لحد الآن صرحها ربما تسعمائة مرة يهدد فيها بالحرب العالمية الثالثة ويستقدم سلح نووي لدرجة أن القوى الغربية والعالم لم يعد يأخذوا على محمل الجد إنما أعتقد أن ربما حتى الأمريكان وأوروبيين آخرين قالوا لهم مش ركم تديروا يعني هذا هذا مش اللي اتفقنا عليه لن نرسل جنودا على الأرض فما فيش بوت عن دي جراوند كما يقال لكن مع ذلك الوزراء الخارجية وزراء خارج الاتحاد الأوروبي اجتمعوا كلهم في كييف في أول مرة وصفة بالاجتماع التاريخي بحيث يجتمعون وزارة الأوكرانية ليست عضو في الاتحاد الأوروبي وهذه أول مرة يجتمع كل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين في بلد خارج دول الأعضاء أكثر من ذلك بلد تحت القصف وتحت الغزو وهو أوكرانيا كان هذا موقف قوي جدا بالنسبة للأوكران خاصة أنه جاء في لحظة وين كادت الحكومة الأمريكية الفيدرالية أن تتوقف لو لا أن الرئيس بايدن إدارة بايدن سحبت الدعم الأوكراني لأن بعض الجمهوريين قالوا لن نوقع على الميزانية ميزانية الفيدرالية المؤقتة إلا بسحب المال الذي يذهب لأوكرانيا فسحبوه هذا طبعا مزعج لأوكرانيا مزعج جدا لكن جاء هذا الاجتماع نتعال الأوروبيين باش يقول للأوكران لا تخشو شيء نحن موجودين نعم دعم الأمريكي هو دعم قوي جدا وهو الأكبر لكن نحن موجودين حتى لو في أسوأ الحالات لو تراجعت أمريكا عن دعمكم نتيجة لضغوط الجمهوريين مع ذلك خرج بايدن وقال سيخطئ بوتين تماما إذا اعتقد من أن صبرنا سينفذ قبل صبره وأن الولايات المتحدة سينفذ صبرها وتقول خلاص توقفنا هنا أنا على قناعة باللي مدام موجود بايدن لن يتوقف الدعم لأوكرانيا وأن حتى هذا التوقيف هو توقيف مؤقت ربما لبضعة أيام ليس أكثر لكن إذا جاء ترامب فممكن أن يحدث توقيف فعلا ممكن أن يحدث ذلك